أثار الإعلان عن مرشحي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناصب وزير العدل ومدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السي اي اي ومستشار الأمن الوطني الأمن القومي أثار حالة من القلق والخوف على الحقوق وعلى الحريات المدنية ومن احتمال أن تعزز هذه التعينات انطباعا عن داخل وخارج أمريكا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخوض حربا ضد الإسلام وليس ضد الإرهابيين والمتطرفين قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعين السيناتور جيف سيشينز وزيرا للعدل والجنرال مايك فلين مستشارا للأمن الوطني فيما سيتولى عضو الكونغرس عن كينساس مايك بوينبيو قيادة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي اي اي طروحات جميع المرشحين كانت مهمة للغاية خبراتهم كبيرة ونحن على يقين أنهم سيمضون قدما لمصلحة البلد الرئيس ترامب أعرب عن تقديره لكل من عرض أن يقدم خدمته لأمريكا المرشحون للمناصب المذكورة وعلى التوالي سيشينز تسعة وستون عاما لحقيبة العدل معارض وبشدة للهجرة غير الشرعية التي شكلت أحد المواضع الرئيسة خلال حملة ترامب الذي وعد بترحيل أحد عشر مليون مهاجر غير شرعي من الولايات المتحدة فلين 58 عاما لمستشارية الأمن القومي كان قد ترأس جهاز الاستخبارات العسكرية بين عامي 2012 و2014 ولوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي اي اي بوينبيو 52 عاما وهو الذي عرف بموقفه المعارض للاتفاق النووي مع إيران وأكد أنه يتطلع إلى إلغاء هذا الاتفاق الذي وصفه بالكارثي وأكد حرفيا أن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب الرئيس المنتخب دونالد ترامب أسند حقيبة الدفاع للجنرال جيمس ماتس المناهض للدور الإيراني أيضا إذ وصفها بأكبر تهديد إرهابي في الشرق الأوسط أنا أعتقد أن من المهم جدا بالنسبة لدعمي ترامب أن يركزوا فيما يفعله وهل إنه يمثلهم كأمريكيين؟ إنه لا يمثل القيم التي قامت عليها أمريكا إنه يمثل النازية ما من شك أن الأمر غير مقبول من الجمهوريين والديمقراطيين البيض السود المسيحيين اليهود والمسلمين السؤال الذي يجب أن يطرح هل هذه هي أمريكا؟ جماعات حقوقية ومدنية أمريكية وزعماء دينيون أعربوا عن انزعاجهم من تعين ترامب للجنرال المتقاعد مايكل فلين كمستشار للأمن القومي بسبب تصريحاته المعادية للإسلام فيما يؤيد مرشح وزارة العدل جيف ساشنز يؤيد ترامب في حظر دخول المسلمين للأراضي الأمريكية وقال أن هناك أيديولوجية سامة تكمن في جذور الإسلام هذا ولم يخفي مايك بوينبيو موقفه الداعم لهذا الحظر وهو ما قاد العديد من المؤسسات لاتهام ترامب بسلوك المنهج النازي مراقبون يرون أن فسحة الوقت التي كفلها دستور الولايات المتحدة تتيح للرئيس الأمريكي المنتخب ترتيب كابينته الحكومية على أكمل وجه إلا أن حسم ترامب للمناصب الأمنية بهذه السرعة قد يكشف عن توجه عسكري وأمني لم تعهده أمريكا طيلة عهد الرئيس أوباما الذي شارفت سنته الثامنة على الانقضاء من أمام البيت الأبيض لقالات الفلوجة عمر محمد واشنطن العاصمة